اشتركوا في القناة الخضراء بالمناسبة ويعني سامحوني ان انا بكرر في كل بداية فيديو كده في فيديوها كتيرة بنفس العنوان اللي هو السجادة فاللي عنده رؤية تانية خلاف السجادة الحمراء والخضراء يرجع للقناة ان شاء الله يلاقي فيديوهات ان شاء الله يلاقي فيها كل اللي هو عايزه فالكلام النهاردة هيكون عن السجادة الحمراء والخضراء فقط ومن الممكن نختم ب رؤية مثلا هدي السجاد في اخر اللقاء نبدأ بالسجادة الحمراء بالنسبة للمرأة المتزوجة السجادة الحمراء تدل على الرخاء والرغط في المعيشة واحيانا تدل السجادة الحمراء للمرأة المتزوجة على قوة الحب والعاطفة بينها وبين زوجها اما السجادة الحمراء بالنسبة للعزباء بشارة بزوج صالح وقيل رجل ميسور الحال السجادة الحمراء بالنسبة للمرأة الحامل تدل على الخير وتدل على قرب الولادة وتدل على ان مولودها سوف يحبها وسيكون مبارا بها ان شاء الله اما بالنسبة للسطار الخضراء تكلمنا في السطار عفوا السجادة الحمراء عندي مشاكل لانني كنت بسجل السجاد والستائر فاحيانا بطلبط لانهم الاثنين كانوا في يوم ورا يوم يعني فكلمنا في السجادة الحمراء على المرأة المتزوجة والعزباء والمرأة الحامل في السجاد الاخضر هنتكلم هنبدأ بالشاب علشان ذكرنا اكثر من نوع في الاشخاص يعني رؤية السجادة الخضراء بالنسبة للشاب تدل على تحقيق امنية وللرجل المتزوج اللي ما ذكرناهوش تدل هذه الرؤية السجادة الخضراء على صلاح الحال وتدل ايضا على الرزق الوفير ان شاء الله طب السجادة الخضراء بالنسبة للبنت العزباء تدل على تمتعها بالاخلاق الحميدة وتدل على امانتها وصدقها وربما تدل السجادة الخضراء للبنت العزباء على تمتع هذه البنت بقدر كبير من الجمال اخر حاجة نختم بها وهي رؤية هدية السجادة تدل على الاخبار الصارة المفرحة وقيل تدل هدية السجادة على زواج من لم يتزوج وقيل تدل على حمل بالنسبة للمرأة المتزوجة وتدل ايضا على الاستقرار عموما لكل الاشخاص انتظرونا في اللقاءات القادمة والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته